ترجمة نانسي قنقر التي تعجز المضادات الحيوية عن قتلها أو التخلص منها التراب يحوي مادة قوية جدا دعوني أتأمل معكم لقد تم اكتشاف مادة جديدة في التراب تدعى ملسيدين وهي فعالة جدا في قتل بعض أنواع البكتيريا العنيدة هذا البحث تم نشره في مجلة نيتشر ميكروب بيولوجي بتاريخ 17-2-2018 وهذا البحث أيها الأحبة يؤكد أن التراب أولا هو طاهر وفيه مادة مطاهرة أي فيه شفاء إذن التراب فيه شفاء سبحان الله الله عز وجل عندما خلق الإنسان من تراب هذا تكريم له ليس استخفافا به بل تكريما له لأنه مادة طاهرة والنبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب يشير إلى علاقة التراب بالشفاء تأملوا معي أيها الأحبة لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمريض قل بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا رواه البخاري يعني انظر أيها الأحبة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحقر هذا التراب لم يستخف بمخلوق من مخلوقات الله بل أشار إلى قيمته الشفائية فمن الذي علمه في ذلك الوقت أن هذا التراب فيه مادة طاهرة أو مطاهرة وفيه الشفاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا صلى الله عليه وسلم حتى يتبين لهم أنه الحق حقا